اشتركوا في القناة فاز من يرمي السلام ايقظت ليل الظلام بلا كلام سلام يا الله الحبائب يا مرحبا الله يحييك يا هلا سهلا وغلام الله يحييك يا مرحبا الله يغفقنا وإياكم لكل خير اليوم الحقيقة وأنا قاعد أصلي الجمعة أول ما سلمت من الصلاة خد درس يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم لا يمكن أن يأنسها اليوم ترى اليوم اليوم كذا سبحان الله قادرا ما طلعت بأدري قعدت شوي مو بعد متأخر بس أنه يعني ما سلمت وقعدت لدقائك خلصت وردي كذا لتفتت جهة الشمال شاب يعني يمكن أن أعطيه في أول متوسط ترى الجامع أو المسجد فيه مصلين تفاجأة الشاب ينزل على من فوق واقف وينزل مباشرة على فخذ والده ويحب فخذ الوالد يقبل كذا قدام العالم واحد قاعد يحب رجل والده ثم يأخذ يد والده ثم يقبل اليد ثم يطلع على الرأس ويقبل الرأس ولد في المتوسط لو قلتكم بكل صراحة ممكن ما أحد مننا يوم من اليوم قبل رجل والده صح؟ قسما بالله الشي الوحيد اللي أتحرى بس أبغى الولد يقبل علي أبقب الرأس وأبتشكر منه الله يزاك خير تفاجأت أن الوالد اللي قبل شوي ولده يحب فخذه والده بجواره لا إله الله الشاير الشاير جد جد الولد قام الوالد قدام العالم وحب فخذ بوه وحب يده وحب على رأسه لا إله أنا أصبحت أعجمي لا أعرف أتكلم العربية بحرف واحد دين تأخذه أنت في مسرح بر الوالدين أنت اليوم ستقوم بالسيناريو وغدا سيقع عليك هذا السيناريو التراكمية التي تسويها من البر والإحسان ترجع لك في الأخير أنت قاعد تقرض وغدا ستسدد أنا كذا والله الذي لا إله غيره لو أقول لكم مش المشهد أقول لكم الولد أبو أول متوسط طلع لين وصل عمرها أربعين سنة خمسة أربعين سنة قبل رجل والد هذه الفكرة كاملة الأب والولد يقومان بنفس الدور ذكرتني بقصة إبراهيم عليه السلام لما رأى رؤية في المنام قال يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك ما ردت إسماعيل قال يا أبتي شوف اللفظ هذا أخذه من إبراهيم عليه السلام لما قال لي آذر أبوه يا أبتي لا تعبد الشيء لا إله حتى اللفظ اللي تقوله لأبوك ولدك هيجي يقول لك نفس اللفظ حتى لو أبوك مشري حتى لو كان إيش ما كان اللفظ اللي بتقوله لأبوك سواء إيجابي أو سلبي حيتسمع فيهم من الأيام من ولدك من ولدك ترى حق الوالدين حق عظيم لا يعرف قدرهم إلا الله سبحانه وتعالى لا إله حتى لو كانوا كفار زي ما قال الشيخ الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي الله يقول لو جاهدوك بقدر ما يستطعون إنك تكفر بالله قال الله فلا تطعهما طيب يا رب ما يش أسوي وصاحبهما في الدنيا معروفة طيب كيف لو كانوا مسلمين هذا في حال الكفر الله يقول لك صاحبهما في الدنيا معروفة كيف في حال لو كانوا مسلمين الله عز وجل يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الله يقول لك وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ الله يقول لك وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أحق الناس بحزن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك لا إله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه يعني دس أنفه في التراب من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة تجرك أبوك وأمك عند الكبر وتموت وإنت ما بريتهم ما تدخل الجنة فلم يدخل الجنة دس أنفه في التراب طب يا شيخ أنا أبرف أمي وأبوي قد ما أقدر هل يكفي ولا لازم أزيده وما أوقف السؤال جدا جميل وهذا يدلنا على شيء مهم وهي أن الله تبارك وتعالى من أسمائه أنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى البر إيش يعني البر البر هو الذي يحسن إلى عباده البر هو الذي يوسع على عباده البر شوف ذنوبنا إليه صائدة وخيره لأنه هو البر المحسن سبحانه وتعالى خيره إلينا نازل أهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقولون إنا كنا من قبل وندعوه إنه هو البر الرحيم يعني الله جلو كان يحسن إلى عباده نستفيد هذا الشيء أنه ينبغي لنا أن نحن نتصف بهذه الصفة أن نكون أصحاب إحسان وأعظم الإحسان ليس فقط إلى الخلق بل إلى الوالدين ليش؟ لأنهم باب من أبواب الجنة كما ذكر الشيخ في آية جميلة ذكرها قال و إن جاء داك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعمه تخيل لهذه الدرجة أنهم على الشرك لكن أنت إش قال و صاحبهما في الدنيا ما روي أخي قصة جميلة بوهرية رضي الله عنه و أرضاه كان يأتي إلى أمه و يقول السلام عليك يا أمه و رحمة الله رحمك الله كما ربيتني صغيرة فترد عليها أمه و تقول و عليك السلام يا ولدي و رحمة الله و رحمك الله كماش بررتني كبيرا و هذه دائما يا أخوة من الأشياء المهمة اللي إحنا يعني ليس فقط أنك تجي يعني تؤدي الواجب اللي عليك مع والدك والله تقول الحمد لله أنا إذا قالوا لي شيء أنا سويه يو طالبوني بأمر أنا سويه و فقط و تيجي استنتظر لا زد من برك زد من إحسانك زد من الخير يعني تلمس أنت يعني الأشياء اللي يحتاجوها مثلا منك مبلازم هم يقولولك جيب يوم لليوم أدخل بهدية على والدك لو شيء يسير أدخل بهدية على والدتك لو بشيء يسير كل هذا فيه مزيد من الإحسان و الخير للوالدين الله سلام هم يقوله للبعض يعني أحيانا مثلا يعني والدي والله كبير في السن و دائما مثلا يأمرني كأنه ما فيه إلا أنا مثلا في البيت أو أمي فأنه ما فيه إلا أنا يعني من بين أخواني دائما توصيني دائما يعني أنا اللي لأجيب الأغراض يعني إيش نسوي ف هذه الحالة و كيف يكون براء في هذه الحالة أنا أتمنى امي تكون موجودة ولا تختار من أخواني إلا أنا الله الله يخير الله و يرحمه و تجاوز أنا آمين أنا والله يعني شهادة حق أتمنى أنها ترجع وتشد عليها زي ما كانت تشد عليها بس هم شيء تكون موجودة بس تكون موجودة أتمنى أنها ترجع الله مستعب إن شاء الله أنها ما فارقة الحياة لها وهي رابعة عنك ودعواتها وبرها موصول لها بإذن الله منك أغلى ما أملك الآن أو أغلى ما أتمنى أني أراها في المنام ودائما أكلم زوجتي يقول لها ادعي لي أني أشوف أمي في المنام دائما أكرر عليها لا تنسين تدعي لي أني أشوف أمي في المنام يعني صارت أغلى أمني أني أشوفها في المنام يعني هذا أغلى ما أملك طموحاتي الآن كلها أني أشوفها بس في المنام الله يرحمه فكيف يجي للبعض يعني يتأفف ولا يعني يقول ما عندهم إلا أنا بالعكس يا أخي افرح يا أخي هذا باب من أبواب الجنة أنت الآن تطرقه وباب من أبواب الجنة الآن يعني فتح لك مدام أبوك وأمك يعني موجودين حتى أحد العلماء وظنه الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ماتت يعني أمه قال مات لي باب من أبواب الجنة أو أغلق عني باب من أبواب الجنة فأنت أحمد ربك لا يزال باب مفتوح وبالعكس يعني استغل هذه الفرصة ولو أمروك ولو كرروا عليك ولو خاصموك أنت ترى ما تملك إلا البر فقط يعني شو من دقائق البر عند السلف الصالح رحمه الله تعالى أنهم قالوا يخي قال لا تنفض يديك على رأس والديك يعني شوف هذه الدرجة كيف في الشي الرقيق في التعامل مع الوالدين لا تنفض يديك فقط على رأس والديك بل بعضهم قالوا لو أحددت النظر كي تحد النظر في والديك هذا يعتبر شيء من العقوب بس الله السلام وقالوا العافية يعني شوف ذكرتم قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل في قراءة لعبد الله بن عباس وعربة بن الزبير واخفض لهما جناح الذل ابن جني وش يقول يقول الذل للإنسان هو واحد من أئمة اللغة ابن جني يقول الذل للإنسان الإنسان إذا كان مطيع ويسمع وكذا يسمى جناح الذل والذل للدابة يعني أراد الله منك أن تكون لوالديك كما تكون الدابة لمالكها لمن يملكها سبحان الله يقول الإمام أحمد الله يرحمه كلمة عجيبة جدا يقول بروا الوالدين كفارة الكبائل شوف تأمل يعني واحد أحيانا يخطي ويذنب ويتجاوز شيء من حدود الله بمجرد أن يدخل تلك البسمة على والدي ووالدته وينشر الفرحة في دواخلهم سيلاقي هذه الفرحة مشرقة بين يدي الله جل وعلا ولذلك أذكر حقيقة نص عجيب جدا لعبد الله بن عباس الله يرضى عنه لما قال كما ذكر هذا بن مفلح في الأداب الشرعي يقول إنما رد الله جل وعلا عقوبة سليمان عن الهدهد عقوبة سليمان عن الهدهد لبره بأمه دابة ولا تعقل ولا تفقى والله سبحانه وتعالى يجزيها على هذا البر عن رد الله جل وعلا عقوبة سليمان عن هذا الهدهد لبره هذا الهدهد بأمه يا جماعة الخير أنت بس لو تتذكر ماذا صنعت بك أمك وأنت في بطنها لرأيت أن هذا الصنيع سينقل أشد الناس عدوا لك إلى أقرب الناس مودة ورحمة وإحسانا إليك يعني أنت لا تذكر تلك الساعات التي بقيت يوم من الأيام على حجرها ولا تذكر تلك اللحظات اللي يوم من الأيام كانت تحملك في وسط بطنها ولا تذكر تلك الساعات التي كانت تقف على رأسك وأنت في مرضك ووجعك وآلامك فكانت ترى فيك تلك القوة والنشاط فيملأ الفرح قلبها أن كنت يوم من الأيام في عافية من بدنك أو في عافية من مرضك سبحان الله العظيم أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحد من أئمة الإسلام الكبار يعني واحد من أئمة الإسلام اللي قل ما أن تجده في الفقه مثلها كما يقول الشافع الناس عيال عليه في الفقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى حلفت أمه يمينا فحنثت فجاء فقالت له أمه استفتت فما رضيت بجوابي فقالت له الأم احملني إلى زرعه القاس تخيل يعني أنت فقيه أنت فقيه الدنيا ليس بالبلد شايل أمك على ظهرك إلى واحد عشان تستفتيه فإذا بأبي حنيفة يحمل والدته على ظهري ثم يتج إلى بيت زرع القاس فلما رأى إلى أبي حنيفة فلما رأى إلى أبي حنيفة وهو يحمل والدته قال لأمه افتيكي وولدك يفقيه الكوفة كيف أنا ما يمكن أجر أن أتكلم بحرف ولدك أبو حنيفة لكن أبو حنيفة يعرف أن مثل هذه الصناعة يحبها الله جل وعلا ولذلك أختم بشيء أيها الحبة سأل الله جل وعلا أن يرزقك بالر والديك وألح على الله ليلك ونهارك أن لا يحرمك هذا التوفيق وأن لا يجعلك جبارا شقية وأن يفتح عليك أبواب الإحسان إليهم والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره وأنك لا تعرف قيمة والدك ولا والدتك حتى تكون أبن وترى كم تحملت من المتاعب والمشاق والمصاعب وأخذت من تكاليف الحياة يوم من الأيام حتى تنهض بأولادك ليقوموا فالمقصود أنه اليوم أنت ستكون ولدا وغدا وبعد أيام قلائل ستكون والدا وما كنت تطبق في بيت أبيك سيقوم به أبناؤك في بيتك فالجزاء من جنس العمل أنا بس حتى أجاوب على السؤال الحبيب احمد الله أنه الوالدين يعني موجودين لا تتضجر ولا تكل ولا تمل ولا يدخل في قلبك أنه أمي ما تختار إلا أنا ما في إلا أنا أجيب في البيت احمد الله أن الله سبحانه وتعالى ساق لك هذا الخير واختارك الله من بين أخوانك تكون أنت اللي تروح تودي وأنت اللي تجيب وأنت اللي تسمع الكلام وأنت اللي تبر وأنت وأنت كل شيء مكتوب عند الله ما يضيع إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله فكيف إذا كان هذا العمل للوالدين سأل الإمام الشافعي أي خاصم الإبن والديه قال لا ولا معنى عليهما حتى نعالهم ما ترفع صوتك عليه بسأل الله يرزقنا خفض الجناح لهم يرحم من مات ويرزقنا بر من بقي آمين زكرا بخير